اشتركوا في القناة 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 او وكمية السستين اللي عندهم وكمية الشي اسمو التانكي والارمر اللي عندهم نقصوا الباستات حقيتو شوية من اربعين لستة وتلاتين هذا معناه هيكون في بداية القيم اضعف مرة كتير يعني ايش يعني اذا انت قدامك بلعب انت من البداية حاول تروح تفجره. اوكي? شفانا قلوا الاتاك دامج حقها من تسعة ستين ستة وستين. طبعا هذا معناه عشان عشان عشانها مرة صارت حاليا. تالية بعد تغييرات اللي سووها قالوا نبغى نرجعها في الجيم تكة زودوا الهيلت كروث ستات يعني كل ما زاد لفلك زيد الهيلت من تالية عامة ما بنشوفها لفل سي اس كتير مرة قليلة نشوفها في سولو كيو عشان كيمية النرفات اللي اكلتها طلعتها من السولو كيو صار وفكرة لعبها تعتمد اكتر على تيم من انه تعتمد على الحالك. وكل الحالات. انبسطوا لما شافوها فل سي اس مرة كتير فبيحاول يرجعوها تكة تكة بس ما يبغو يرجعوها تصير او بي دامج يبغو رجعوها تصير ستين دامج ديلر. في كل الحالات. قالوا في الباتش اللي فات في نص الباتش اللي فات نزلوا كم تعديلة ما يعني ما كتبوها فكتبوها دحين. ايفرن الشيلد حقه. اه عشان ايفرن من الشامبيونز قيل اكسلي ايفرن و نونو كلهم ما جاتهم كيستون مخصوصة لهم. يعني ما في كيستون مرة كبيرة تنفع لهم. فقاموا زودوه زودوا لهم بف شوية على اساس يعوضوا النقص اللي جاهم. فالشيلد. اه باسكك الموصد تريجر سيد شيلد. سبعين لمية تسعين لي من لخمسة وسبعين للمنتين وخمستاش. فليقوا ما دري هدا الدامج ولا هدا الشيلد. ايفرن ماني عارف هذا الشيلد ولا الدامج اللي هو ينفجر لما ينفجر الشيلد يسويه ما عادري النونو نفس المشكلة فقاموا زودول البيس هلتحقه من 540-590 هادي مرة كبيرة واحتمال كبير بدنا نشوف نونو شوية حبتين اه اورن نفس المشكلة اه ما اعتبروا نفس المشكلة عندو 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 كي ستونز مرة كويسة بس قل لك انا لم نعتقد لكل بونس دامج اورن اي كتس من بونس ارمر زودولو الشارج دامج زودو بف من 20% ل30% ل110% وشوك ويف حقت الدامج حقت الاي لما يطيل على واحد برضو زود الدامج حقها لانو لما انشالوا منو البيس ستاتس حقتو اللي كانت في الماستريز وفي الرونز الاي حقتو مرة ضعفت لانو الاي حقتو كانت تزيد الدامج حقها كلما زادت البيس ستاتس حقتك اه في كل الحالات سونا عشان مرة خربانا كلنا عارفين عليا سونا وليونا اخرب اتنين وسونا تيقر تلعب عليها تيقر تلعب عليها تيقر تلعب عليها تيقر تلعب عليها اه ابغا اقول اه ريزولف تري طبعا قارضيا ما تشغل عليها الفين احنا يمكن مو شافتر شوك التاني نسيت اسمه اه فقاموا سووا لها نيرف عام نقصوا الارمر حقها تلاتين تمانية وعشرين نقصوا التاك دامج حقها من خمسين لستة وعبعين الاريا اوف الهيل اه الاريا الهيل نقصوه من خمسة وتلاتين لتلاتين للمعشرة نقصو الشيلد حق الهيل حق الدبليو برضو نفس الشيلد فالنيرف عظيم على سونا ككل على اساس يعني ما يبغوها تختار اي شيء وتفوز دايما فاهمين 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 ما هي احسن شيء على سونا عشان ما تبغى الهيلت الزيادة فيمكن افتر شوك احسن شيء في كل الحلات هنشوف والله حتى حتى يعطيها هيل زيادة وتسوي دامج وزودها الماكس هيلت حقها فيمكن اظن يعني بزات مع النيرف حق سامن ايري اللي هتكلم عنه بعد شوية امكن سونا هتصير تري حقتها احسن كلابتومانسي ولا ريزول في كل الحالات اه سامن ايري نقصو الدامج حقها هم حبتين بزات في الليرلي جيم يعني بدهما تسوي عشرين سالة سوي وخمستاش لستين لاربعين عشان يبغوا سامن ايري يشتروها الشامبيونز اللي هما السابورتيف اكثر من الدامج شامبيونز عشان يبغوا دامج شامبيونز ياخدوا اركين كوميت بدلا ما ياخدوا سامن ايري فحاليا سامن ايري و اركين كوميت بيتضاربوا مع بعض كثير فخففوهو وكمان بما انه سامن ايري كل دامن حقها مرة واطي يعني تروح تضربها تروح تضرب الحيوان هذا يروح يضرب بعدين هو يرجع في الطريق بعدين يقدر يروح يضرب مرة ثانية على طول فاقل من اربع ثواني تستخدمه مرة ثانية وفي نفس الوقت لو حطيت هيل ولا شيلد على واحد من اخيانك برضو يصير يشلد فيبغوها اكثر شيلدين اقل دامج وما يبغو لولو تيجي ولا سوانا تيجي تديك ضربة واحدة كيوت شو لنص هلثك وادابتف دامج طبعا وهذه واحدة من مزاعة ايري اذا كان انت اي دي تسوي اي دي اذا كانت انت اي بي تسوي اي بي البردتر بيقوله على اساس هي من اصعب الكيستونز اللي موجودة في الجيم حاليا لانها اكتف لازم تلغطها عشان تسويها يبغو يخفض الكلدان حقها مئة وثمانين ومئة وعشرين لمئة وخمسين مئة الزومبي وورد اول كان لما تقتلها ما تاخد غولد احين بتعطيك واحد غولد فيعني فجرها طبعا كمية الفيكسز اللي سووها على الرونزو حيستمر وحيسوها حتكون مرة كثيرة لانه فيها لزج حاجات جديدة فيتوقع تصلح يعني ايش في واحدة من المشاكل اللي كانت يشوف هذه اقروه كان الالكتركيوت لو انت مثلا زيت وفي عندك واحد طوب جربان مااخد الالكتركيوت وانت مااخد الالكتركيوت لما انت تضرب التلاتة تجي الالكتركيوت الاثنين يعني هو ضرب ضربتين وانت ضربت التالت تجي الالكتركيوت فكانوا يكملوا بعض دحين صلحوها فحاجات كثيرة هتكون خربانة متوقع هذا الشي طبيعي هم قالوا لك احنا هاته بيته بري سيزون بنجرب بنحسن كل حاجة وحاجة سوصلوها فكل الحالات اتصلحت والمشاكل الباقية ها كربت ما نسي لو تد بيرنج بلا 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 التوريتس عشان كمية الدامج اللي صار بيصير على التوريتس صار مهول الديموليش كيستون صارت تشيل التوريتس بطريقة سريعة الـ overall damage الدامج اللي يعطوه لي كل الـ champions في الـ game صاروا يشيلوا التوريتس اسرى فيبغوا يرجعوا التوريتس شوية حبتهين اقوى زودوا الـ health حق التور التلتمية عشان يسووا بلاست هادي بس بلاست الـ minions يسووا 40% damage اقل كان اول damage حقهم على التور 50% اقل دا حين 40% فرفعوا الـ health شوية بس زودوا الـ damage حق الـ minions على التور على اساس يعني يقربوا البلاست وفي ميكانيك جديد هذا اللي انعجبني صراحة انا اي شي يسووه يقصر وقت الـ game انا همبسط منه after 20 minutes بعد 20 دقيقة الـ minions تزيد سرعتهم 25 movement speed يعني يشيروا اسرع من الوضع الطبيعي بـ 25 فحتلاقيهم صاروا اسرع طمام؟ فاحتمال كبير سرعتهم لسه اقل منك بـ لو انت شاري جزمة level 2 حيكون لسه اقل منك لانه جزمة level 2 اعظوا ان تعطيك 35 movement speed الا دا كان عندك الجزمة اللي هي الشي اسمه؟ الموبيلتي بوتس ولا الـ swiftness بوتس هذيك تدي 10 زيادة اظن والتاني تدي 20 عام تفكم بات زيادة بس حيصيروا اسرع هذا لسه ما شغلو اليوم كانوا حيشغلوه بعد كم يوم عشان يبغوا يركزوا ويشوفوا ايش التأثير حقه على الـ game اؤكد لكم يا شباب هذا هيكون فيه تأثير على الـ game مرة كبير الـ rewards غيروا طريقة الـ rewards شوية صار لما انتلَفل فاكرين المشن لما انتلَفل اه سوري لحين لما انتخلص المشن حقه اليوم بدر ما تديلك 575xp تديك 50 blue essence و 400xp لانه blue essence صار مرة صعب تجيبه مو زي اول اول الـ IP كل ما تفوز تاخد IP لحين لا لما انتلَفل level يجي لك اه زي الكورة في اللوت حقك نسيت اسم الكورة هذي كبسولة في الكورة في اللوت تروحها تفكها تطلع لك champion shards تسوي لهم disenchant يطلع لك blue essence فبيحاولوا يزودوا الـ blue essence اللي بيطولي الناس leveling beyond 30 الـ leveling خفضوا الصعوبة شوية كان اول يطول ويكتر بالذات بعد level 50 بيقولوا once you reach level 50 بعد level 50 يقول لك التلفيل مرة هيكون سهب فانو تقللوه شوية على اساس الناس تقلل تلفل أسرع again عشان blue essence مرة بيجي مرة قليل ما يتوقعوا ما يجي كتاب يجي أسرع skin tabs in the collection هذا لما تروح في ال collection حقك ال skin تقلل سبيلها sort ال skin champion هذا الكلام فاض في ال client حيحطه challenger spectate يعني حيكون فيه spectate لـ challenger players في أي وقت كده تخش طفشان ما عندك شيء تروح تشوف لك واحد challenger player تدخل عليها تتفرج على game حقهم game info web page حينزل في ال client lore حق ال champions والقصص حق ال champions وال web هذا كله useless champion select شايفين دا حين لما تلعب في ال champion select وقت البان فيز يقول لك هذا البان فيز وقت الاختار champion يقول لك هذا فخلوها عشان الناس يشوفها وما تنسى battle boosts will be reactivated in a ram هذا مش ضروري حينزلوا game mode جديد اسمه over charge هذا التلاتة ضد ثلاتة هذا اول مرة يسووا اللي ما شافوا في روح يشوفه في يوتيوب مش بطار صراحة حلو ثلاتة ضد ثلاتة كلهم ماركسمن death match يضاربوا مع بعض لما تقتل يسموها charge bots في بطس يمشو تقتلوهم يسير لك over charge يصير مرة قوي لما نصير مرة قوي تكتروح تقتل التانين فبيقول لك لما الناس لما التيمة اللي قدامك يصيروا over charge انت بس تبعد عنهم تستنعهم لينما charge حقاتهم تروح بدل تلعب معهم في كل الحالات هنشوفوا هذا ان شاء الله نلعب اساق قريبا قريبا ونشوف فيش وضعه the first team to 50 points wins اول واول تيم جيب 50 نقطة هنشوفوا ان شاء الله هذي bug fixes لما ملاحظين شوف قديش كمية التصليحات اللي بيسوها في الجيم حاليا كبيرة زي معنا شايفين طبعا ال over charge المود ال over charge هذا يعني نازل مع ال project مع ال project skins وهذا حيكون event وقته محدود ما حتكون موجودة دايما هذا اللي فهمته يعني هينزل ك event مع ال project بعدين حيروح متى ما حدده موعيد لسه زي ما انتم شايفين لما نيحدد ان شاء الله نشوف مع بعض بعد كده هينزل ال project gen مرة جايت مرة مرة جاية project vein interesting صراحة و project vi اجي ايا يا اخي صاروا يبدعوا صراحة في الرسم وفي الحاجات هذه emotes جديدة حينزلوها برضو لللي يحب ال emotes و سلامتكم وبكده نكون خلصنا patch 7.23 اذا اعجبك الفيديو سوي subscribe في يوتيوب و سوي follow في تويتش و لا تنسى تسوي share 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 يا طير ما ادرك كيف share يا طير بس مشيحا لكم اللهتكم السرحة العافية نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم على خير و انتم طيبين يا حلوين و الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة